القيمة السوقية للعملة المشفرة إسر ترتفع 20 مليار دولار في يوم واحد وده كان عنوان خبر منشور في معاقع كتير خلال الساعات اللي فاتت والعملة دي بقت بترتفع بصورة كبيرة جدا يوم بعد يوم وبقت محطة أنظار لكتير من المستثمرين والمهتمين بالعملات الرقمية والمشفرة ايه بقى قصة عملة إسر المشفرة دي؟ وهل هي دي عملة جديدة؟ ولا بقالها فترة؟ وهل فعلا أصبحت تهدد عرش البيتكوين؟ وإيه أسباب الزهادة الكبيرة اللي بتشاهدها الفترة الأخيرة؟ كل ده هنعرفوا فقراتنا النهاردة تابعونا طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا وتفعلوا جراز التنبيهات في سنة 2015 يعني أكتر من خمس سنين ظهرت منصة الأيثريوم والأيثريوم هي معروفة باسم الأيثر وتعتبر الأيثريوم ثاني أكبر عملة إلكترونية منتشرة بعد البيتكوين إيه هي الأيثريوم؟ الأيثريوم هو عبارة عن نظام بيقود المستخدم بتشغيله ويعتمد على الألاف من الحاسبات المستقلة حول العالم وبتقوم برصد المعاملات والتحقق منها بيقوم كل حاسب بعملية الرصد والتحقق والاحتفاظ بسجل حساباته وبتعتمد هذه الحواسيب على سجلاتها الخاصة فقط للتأكل من شرعية المعاملة بدون الاعتماد على أي كيان مركزي والأيثريوم هي منصة عامة مفتوحة المصدر يعني مفيش حكومة بتتحكم فيها وبتقوم فيها بوظيفة العقد الزكي اللي بتسهل التعقد على الإنترنت إزاي بقى تشتري أو تحصل على الإيثريوم؟ للحصول على الإيثريوم أو أي عملة رقمية تانية بيكون في خطوات بسيطة لازم تقوم بيها وهي واحد تفتح حساب لتداول العملات الرقمية ويمكن أن تتداول بأي عملة مقابل الإيثريوم وبأي مبلغ من المال اتنين بعد ما بتنتهي من تسجيل عليك تمويل حسابك وفي الآخر بتنطالك لتبدأ تداول وبيضع عملة الإيثريوم من قبل مجموعة متنوعة من 500 شركة ثرية واجتمعت هذه الشركات في عام 2016 لمنقشة وتوحيد القوة على تطوير شبكة تكنولوجيا الإيثريوم وعملة إيثري الرقمية بتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق فارتفعت العملة المشفرة وهي واحدة من العديد من بدائل البيتكوين بنسبة 17% مؤخرا لأعلى مستوى لها عند 1440 دولار وبيقترب هذا الرقم من الرقم الكياسي البالغ 1448 دولار في أوائل عام 2018 عندما ارتفعت العملات المشفرة الرئيسية بقيادة البيتكوين لأفاق جديدة وبكده تضعفت إيثري تاني أكبر عملة في العالم من حيث القيمة السوقية تقريبا لحد دلوقت وفي الوقت الحالي بيقوم الألاف من المتطورين في جميع أنحاء العالم بإنشاء تطبيقات على الإيثريوم وبيقوموا بابتكارات أنواع جديدة من التطبيقات وممكن تستخدم أي تطبيق منها في الوقت الحالي زي محافظة العملات الإلكترونية واللي بتسمح بدفع الخيص ومباشر بعاملة الإيثري أو أصول أخرى اتنين التطبيقات المالية اللي بيتيح لك استعارض أصولك الرقمية أو إقراضها أو استثمارها ثلاثة أسواق المركزية وبتوفر لك تداول الأصول الرقمية أو حتى تبادل التوقعات حول الأحداث في العالم الحقيقي أربعة الألعاب واللي بتمتلك فيها أصولا داخل اللعبة وبيمكنك حتى كسب أموال منها وبين الإيثري والبيتكوين العديد من أوجهة الشابهة الأساسية في العملتين عملات رقمية مما يعني أن الحواسيب المستقلة في جميع أنحاء العالم بتتطوع للاحتفاظ بقائمة من المعاملات وفيه 21 مليون واحدة بيتكوين فقط بينما الإيثريم بيوجد فيه أكتر من 92 مليون واحدة يمكن التداول بيها واللتنين عملات رقمية طبعا زي ما قلنا وبتستخدم بكسرة في الخدمات والعقود وأيضا كمخزن للقيمة وكمان من طبعاتها اللا مركزية بتعتبر من أكبر الاختلافات الموجودة بينها وبين العملات التقليدية في حين أن بيتم كبول البيتكوين على النطاق أوسع وبينزر إليه على أنه عملة رقمية دولية ولكن بيتم كبول الأسر فقط في معاملات التطبيقات الرقمية اللا مركزية الدابس واللي بتعمل على شبكة الأسريوم